أبو عيد من الكويت بارك الله فيه يقول بالنسبة للإمام إذا حصل له ظرف الصلاة مثلا ورجع وتقدم شخص والإمام في منتصف الفاتحة يقول ماذا يفعل أو في منتصف السورة أبو عيد من الكويت بارك الله فيك رضي الله عنك بالنسبة للإمام في الصلاة إذا طرأ عليه شيء وأراد الخروج من الصلاة فيجب عليه أن يستخلف ما معنى الاستخلاف يسحب اللي وراه أو يقول تفضل كمل الصلاة هو يسحب طيب بالنسبة للمأموم الذي أصبح إماما والإمام في منتصف الفاتحة وقف ما الذي يفعله المأموم أو الإمام الجديد يكمل مثلا الإمام إياك نعبد وإياك نستعين التفت قال تفضل يكمل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولو أتى بالفاتحة من أولها لا حرج لو أتى بالفاتحة من أولها لا حرج وأما لو أكمل لا حرج لأنه وقع صحيحا مع القراءة والركعات السابقة كل وقعت صحيحة فلا يلزمه أن يعيد هذا في الركن يا أبو عيد اللي هو الفاتحة كيف بالآيات القرآنية اللي هو سنة ما زاد عن الفاتحة من باب أولى يقرأ من حيث وقف الإمام الأول وحتى لو ما أكمل وركع مباشرة لا شيء لي اللي هو سنة ما زاد عن الفاتحة من باب أولها لا حرج